اشهد سعادة السيد ايمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة باهتمامي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومثل جرالة الميك لأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس العلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النابل أول لرئيس المجلس العلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وحرصي سموهما على دعم المنتخبات الوطنية في مشاركاتها الخارجية مؤكدا أن متابعة سموهما وتوجيهاتهم للاتحاد البحريني لكرة القدم بتهيئة الأجواء المثالية أمام لاعبي المنتخب ساهمت في تحقيق الإنجاز في بطولة غرب آسيا ونوه وزير شؤون الشباب والرياضة بجهود وعطاء لاعبي المنتخب الوطني وحرصهم على تمثيل المملكة بصورة مشرفة في المحفل الإقليمي الكبير وتقديم أفضل مستوياتهم وأصرارهم وتفانيهم في جميع مباريات البطولة والمباراة النهائية من أجل تحقيق المركز الأول في البطولة مشيدا بالجهود الطيبة التي بذلها الجهازان الفني والإداري للمنتخب وعرب سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد عن تمنياته أن تتوج الجهود المخلصة التي يقودها سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة في تهيئة الأجواء المثالية أمام المنتخب لتحقيق المزيد من الانتصارات لكرة القدم البحرينية مشيدا في الوقت ذاته بجهود سعادة الشيخ علي بن خليفة آل خليفة وأعضاء مجلس الإدارة وأهدنا وزير شؤون الشباب والرياضة العراق على نجاح تنظيم بطولة غرب آسيا لكرة القدم منوها بجهود نظيره وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد رياض العبيدي في دعم البطولة الإقليمية